أكد رئيس اتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 كوفي كونكام أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق وخلال مؤتمر صحفي عقده اتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لإعلان التقرير المبدئي للإتلاف أكد كونكام على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سليمة في مؤتمر صحفي أعلن اتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية عن تقرير الائتلاف بعد رصد ومتابعة العملية الانتخابية إلى جانب عرض انطبعات المتابعين الدوليين على مخرجات العملية الانتخابية بداية من مرحلة التسجيل وحتى التصويت وفرز أصوات الناخبين كانت تلك بالفعل لحظات تاريخية فقد قمنا بمتابعة عملية التصويت والتي تمت في أجواء مسالمة وفي ظل تعاون من جميع الجهات لتسسيل العملية الانتخابية الملاحظات كان في اليوم الأول كان هناك كثافة عددية كبيرة أمام اللجان الانتخابية وده اللي احنا قلناه في الهيئة الوطنية للانتخابات واللي استجابت الهيئة الوطنية فورا وبدأت تزود عدد الأضاء لموجودين في اللجان الانتخابية لاحظنا مظاهر إيجابية من الفرح ومن الجو العائلي والأسري لأن كان فيه أطفال مصحوبين بالأباء والأمهات أثناء من التصويت وده يعد تدريب كمان على عملية المواطنة لم نتلقى أي شكاوى من أي حملة من الحملات ولا من أي ناخب من الناخبين أعضاء الاقتلاف أكدوا خلال المؤتمر أن العملية الانتخابية تمت بشكل هادئ مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لإجراء الانتخابات مع ملحظة الإقبال الكبير من فئة الشباب كما عبروا عن شكرهم للهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عمل أعضاء الاقتلاف بمختلف المراكز الانتخابية بالفعل تأكدت أن المصريين لديهم حق انتخاب رئيسهم كما وجدت أن هناك تعاونا كبيرا واتحادا بين المواطنين وذلك كان أمرا مبهرا أيضا لاحظت مشاركة كل الشرائح المجتمعية ولسيما الشباب والنساء وذول القدرات الخاصة في التصويت بالانتخابات قمنا بزيارة العديد من المدن والمحافظات ورأيت بنفس تطبيق القانون على الجميع إلى جانب التسهيلات الكبيرة وتم توجيه المساعدة والدعم لكبارستين والمعاقي ليس فقط في الوصول للجنة بل وداخلها أيضا اقتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية يضم خمس منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين إلى جانب متابعين من 34 دولة حول العالم وتم تأسيس بهدف تحقيق التكامل بين المتابعة المحلية والدولية للانتخابات الرئاسية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري